وكأن لسان الشعب السوري يقول أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهر الأسلحة سقط الموت وانفرت القلب كالمذبحة وربما الأسلحة التي يعنيها الشعب السوري هي أن يصبح العالم من حوله أكثر عملية في مساعيه لوقف القتل فيما النظام من ناحيته يتحدث عن مؤامرات تحاك ضد سوريا كما يؤكد دائما على اعتداءات تطاول عسكره ومنسوبيه من جماعات إرهابية تبررات دفعت بجامعة العربية إلى خطوات متقدمة بالأمس فأتت دعوة مجلس الأمن إلى تشكيل قوات مشتركة عربية أممية للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا خطوة قابلتها موسكو بوضع العصى في العجلة حتى قبل وصولها إلى أروقة مجلس الأمن مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار شرط لازم حتى وإن تركت الباب مفتوحا أمام دراستها ما يعني أن قرار إرسال القوات سيجابه بعراقيل روسية بعد أنجوبها وحبره لم يجف بعد بالأمس بالرفض القطعي من قبل نظام الأسد الجامعة العربية قررت أيضا الاتصال بي وتقديم الدعم بكافة أشكاله للمعارضة في حين لم يتم الاعتراف بالمعارضة على اختلاف أطيافها هذا في حين لم تتحدث قرارات الجامعة العربية عن آليات تقديم الدعم ونوعيته وطريقة إيصاله إلى الداخل فيما النار تسيج سوريا من معظم المداخل قرارات تبقى في نظر البعض نظرية صرفة في مقابل دعم عملي تقدمه روسيا من خلال أسلحتها إلى النظام السوري وأسطولها فضلا عن دعمها الدبلوماسي وكذلك وبحسب بعض الأطراف الدعم المالي شأنها في ذلك شأن إيران التي لم تبخل كما تقول المعارضة على الأسد بالعتاد والرجال والمال خطوات نظرية هنا وأخرى عملية هناك وبينهما شعب يموت بالرصاص وبالبرد ونقص الأدوية وحتى نقص الغذاء يحسي التراب والأسى على هامته وهو يحدق في وجه الردى النائم في عيون الأطفال والعالم ما يزال يتحجج بالفيتو والمصاعب والعقبات وبالبرد وحر الصيف خالد عويس العربية